سنكمل بهذا المقطع التمارين على الشبترين الثالث والرابع والشكل الأساسي يفضل على الـ Constructor والـ Overloading قبل أن ننتقل بالمقطع الصالح على الـ Constructor سنقوم بموضوع الـ Private أو الـ Public كيف أصل إلى الـ Feeds من خلال الـ Properties أو الـ Constructor أو خلال الـ Methods اليوم سنقوم بموضوع الـ Overloading لكن أبداً نتحدث عن الـ Overloading سنقوم بموضوع مفهوم مهم وهو مفهوم الـ Static الـ Static نحن نستعمله أو استعملناه أكثر من مرة بدون ما ننتظر نحن هذا بنية البرنامج يكون هناك دائماً مثل المين والمين نضع قبله كلمة Static ما معناك الـ Static؟ هذا اللي نتحدث عنه اليوم الشيء الثاني هي الـ Static التي نستخدمها وهي الـ Write Line و Read Line و Read و Write وهو كمان عبارة عن فانكشن Static للـ Class Console ما معناك الـ Static؟ كلمة Static هي كيورد نستخدمها To declare a member of class as Static ما يعني as Static؟ يعني سابد غير ساكن غير متحرك يعني أنه لا يوجد كثير من البيئات من الـ Class تصبح هناك فقط واحدة من الـ Static ما يعني واحدة من الـ Static يعني أنا ادت عندي الـ Class اللي هو مثلا من سال السابق كان عندنا بوكس عملت بوكس واحد بوكس اثنين البوكس واحد البوكس اثنين فيه بألبون اذا علمته بالعلامة استاتيك معناته هذا الفيلد موجود بمكان واحد بالذاكرة وكلهم يتشاركوا فيه تمام؟ إذا نحن المرة الماضية حكينا على البوكس انه في عندي بوكس واحد بوكس اثنين لنفرض انه في عندي طبعا هذا كان L اللي هو length, breadth و length, breadth و height لنفرض انه انا عرفت static اي ان كان نوعه مثلا int x فهذا ال x سيكون مكان بالذاكرة وذول الاثنين بتشاركوا فيه يعني هو موجود ضمن هاد وضمن هاد مو مثل length وال breadth وال height كلما عملت instance بنخلق تابع لل object اللي هو instance طبعا كيف كان هالحاكي خلان نفهمه اكتر اه static variables تمام can be initialized outside the member method or class definition you can also initialize static variables inside the class definition the following example demonstrate the use of the static variables انا فيني اعرفهم جواك وخارج شو منها تلحكي يخلينا نشوف المثال التالي بالمثال التالي انا عندي طبعا بان if you're using system static variable اسم ال name space اذا هذا ال name space حغير ال name space تسمي static variable اسمه فى عندي class هو static bar اسمه static اسمه ومانا اخبار فهذا ادعي نفرشكم كيف نفعل نفعل نوو و Object سنتصور علينا على المرة فالمفروض أنه فيها مانا صعب وقد تراجعوا للفيديوهات السابقة في حال كان عالكم الآن هذا الخصوص لا أعفوا لهذا الخصوص هذا الخصوص هو Program وهو Static Tester سأسميه هنا Static Tester إذن أنا هنا أريد أعرف Class خاصة هذا الخصوص يحن أشمله كما نرى Static Variable Static Variable يفتح خرص فهو لحاله يستقلي سأضع بقلبه public هؤلاء الممبرز إذن يوجد بقلبه field static إسمه نمض integer نمض يوجد بقلبه public method اسمه count يعمل لي num plus plus كل ما استدعيته يزيد 1 على النمض وفي بقلبه وكمان method اسمه get num اللي هو برجع لي قيمة النمض إذن هذا النمض اللي هو ال field هذا يزيده وهذا يستدعيه حتى يأخذ فقط طبعا هون أنا معرفة public ففيني يوصل له مباشرة أو يوصل له عن طريق get num إذن هذا هو الclass يبقى بواحد اثنين ثلاثة one field and two methods الclass اللي هو tester شو هعمل هاخد أنا الطفل سوف اelled إذا ثم أعلن الس Lisa سأقوم باللغة سيعطي النمض سأعرف واحد ثاني سأقل له 2 سأستدعي S1 count S1 count S1 count S2 count S2 count S2 count كل عملية استدعى S1 سيضيفه واحد S1 سيضيفه واحد S1 سيضيفه واحد S2 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 أولا دعنا نقيم كلمة استفكت دعنا نقيم كلمة استفكت سأقوم بإنتجر سأطبع لي variable number S1 سأعطيني قيمته و variable number S2 سأعطيني قيمته هنا سيضيفه 3 مرات فالمفروض تطبع لي 3 سأقوم بإنتجر سأقوم بإنتجر مثل variable number S1 count S3 و variable number S2 count S3 و لذلك لذلك فالمفروض سأقوم بإنتجر مثل 1 و اضف على الـ 1 اضف على الـ 1 اضف على الـ 1 اضف على الـ S1 لأبد الـ S2 و يرحل من الـ 0 يؤديه 1 و يأتيه 3 الآن تصل إلى الـ Static public static انتنو لا تغير شيء بالبرنامج اضفتها ونفذت لاحظوا صار ستة لماذا ستة؟ دعنا نرجع له دعنا نقوم بقلب واحد جديد اذا لماذا؟ انا هون عرفت اسمه var بقلبه num ومثود واحد مثود اثنين هذا الابسترات هذا المنزل بالذاكرة بالذاكرة قمت بقلب واحد بقلبه num هذا بدون استفكرة اسمه اس 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 كونت 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 صاره ثلاثة كونت كونت صاره ثلاثة هذه الحالة العادية وتعرفت على استاتيك هاد ما عاد مزبوط النم ما عاد موجود هون النم صار موجود في مكان ما هذا هو النم وهاد إليه أكسس عليه هاد إليه أكسس عليه هلا لما عملت كونت 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 هون صار ثلاثة زائي ثلاثة هون صار جواته اذا لما عرفته كاستاتيك أنا صار مستقل عن هدول الكلاسين صار ثابت ساكن موجود خارجهم وكل واحد منهم بيعمل أكسس عليه يجب أن يغيره بالطريقة التي يدوها هاد إليه أكسس هاد سوا ثلاثة 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 فإن ستة وذلك سيضع لي ستة اسم هاد هو بوساطة المفهوم لستقيق هذا بالنسبة للفالابل ما هو بالنسبة للمثال نحن قلنا في عنا هذا الفالابل لكن شفنا نعم بالنسبة للمثال مثل ما نحن في عنا هو هذا static وفي عنا المين هو static هلأ نفسه المثال السابق سنجعل getNum static وفي عنا المثال سنجعل public static int getNum لاحظوا 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 بكتب اسم بكتب اسم اذا هو صار هذا الفنك لاحظوا لأنه لا يعرف getNum member من class من class من class وفي عنا المثال من المثال من المثال لأن مجموعة من المثال من المثال لأنه لم تقوموا من المثال من المثال من المثال من المثال لأن getNum صار function خارجي من المثال من المثال من المثال الآن اذا لم أعرف أي function من المثال أي instance من المثال لاحظوا 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 num هو موجود خارج موجود نم موجود و getNum موجود تمام تمام لاحظوا في الاجي له نم static part num يساوي 10 لاحظوا لم أعرف شيء لا نعرف أي instance هو مستقل حين موجود بالذاكر بدون أن توجد object خاص هنا سلطني 10 مفهوم مفهوم الستاتيك يجعله يصبح خارج الإطار المثال نفسه إذن هي ببساطة مفهوم الستاتيك الآن نقطة ثانية سننتقل بأن نتحدث عن الـ overloading نتذكر الـ overloading في المقاطع السابقة نتحدث عن الـ overloading للـ constructor مع الـ overloading كالـ constructor قمت بإمكانه الـ watch time ومرة أخبرت أنه باراميتر ومرة بدون باراميتر بالمثال، نرى هناك باراميتر ومرة أخبرت باراميتر ومع الـ value constructor ومع الـ value ومع الـ parameters هذه العملية أسميه overloading هذه العملية لدينا نتشمل الـ operators ما هي الـ Operators التي هي العمليات مثلا، سأقوم بـ Overloading لـ Unary Plus Operator ما هي Unary Plus Operator؟ مثلا، إذا كتبت X زائد هذه هي X زائد يساوي ثلاثة فهي تعادل X يساوي X زائد ثلاثة هنا سأعرف عملية خاصة فيني تتذكر عندما تتحدث عنها إذا كنت جمع لـ String إذا كنت جمع لـ String فهي عملت Overloading لـ String دعنا نرى هذا المثال سأعرف الـ Class اسمه Point إذا كنت هنا لدي NameSpace Point 2 و Class اسمه Point في هذه الـ Class اسمه Point لدي أنا X و Y إذا كنت هناك الـ Properties سأعرف الـ لحظة الجديدة فهي تعرفت Public Static Point إذا من النمط Point إذا هذا عندي أنا عرفت عملية الجمع كـ Operator Operator Plus هو اسم الـ Function أو اسم المثود Operator Plus يعني هي بس الـ Plus إذا كنت تستعمل إذا كنت تدعي Operator أو Operator Plus هي Method أنا أريد أن أعرفها بطريقتي الخاصة بديها تأخذ متحول وحيد الذي هو من النمط Point وترجع لي قيمة من النمط Point هل أنا أكتب العملية التي أديها لها بديها تماثل مثل عملية إيجاد الأبسوليوت إيجاد القيمة المطلقة فإذا كان العدد موجب يعني زائد خمسة يرجع لي خمسة زائد مثلا ناقص ثلاثة يرجع لي ثلاثة فأنا أعرفها من النمط أعرفه فإن أكثر So كنت تدعي تماثل وعند أخفه إليه فإذا أعرف أعرف كنت تدعي إذا كانت سالبة تدعي أعرف وإلا Y تساوي صفر. تمام؟ إذن أنا هون جواد هذا الأوبراتر عملت positive point هي new point إذن عرفت بوينت جديد. إذن قلت له إذن original point اللي هي عم مرقله إياها القيمة اللي عم مرقله إياها أصغر من الصفر إذا كانت ناقص سالبة الواي بضربها بنائس وإلا نجليها متماهية وأخر شي برجعة. إذن إجينا إلى هون إذن هذه الواي هي الأوبراتر اللي أنا عرفتها. هون عملية استعمالة ما هي هي tayاتك مختلفة. هل اثن لان هم أفضل الوايو بقية هل سأستدعي هو العملية الـ Convert لدينا ت Abigail وقتينها لدينا إذا سأقرأ قيمة وحولها لدبل وضعها ضمن X سأقرأ قيمة وحولها لY وضعها بالY الآن سأطبيع لي عملية الزائد زائد بوينت فمثل ما إذا كانت موج به سأسجع لي سأقرأ بزائد بزائد إذا عرفت له ماذا يفعل إذا عرفت له سأدخله قيمة سيستدعي هذا الفنكشن ما هو هذا الفنكشن؟ فقط عملية الزائد إذا عملية الزائد هي الفنكشن زائد بوينت أنا عرفته هنا إذا أخذت بعدها وان باراميتر اللي هو بوينت سيطبيع لي هذا الشيء ماذا يبدو أن يطبقه؟ هون يستدعي مثل اسمه زائد الانبوت هو بوينت سيرجع الريتيرن تايب هو كمان بوينت فزائد بوينت سيطبيع لي الشيء اللي سوينا هون ويرجع للبوينت نفسه فإذا كانت زائد سيرجع لي زائد إذا كانت ناقص سيرجع ناقص ويرجع طبعا إذا طبقنا هذا المثال أعطيني أكس مثلا ثلاثة أعطيني وي رح تخيلنا نرسال به المرة ناقص خمسة حقوق البوزيتك هي ثلاثة خمسة إذن الثلاثة رجعها متنائية الثلاثة ألبها لموجد لأنها هي لماذا ألبها؟ لأنه أنا عرفت فنكشن اسمه زائد الثلاثة الثلاثة هي كزائد كعملية موجودة لكنها مطبقة على أرقام إذا مطبقة على أرقام إذا مطبقة على الكلاسات التي هي إنتجار double لا يوجد شيء اسمه زائد الثلاثة الثلاثة هذه عملية غير موجودة أنا عرفتها الثلاثة 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 هي جديد لذلك إذا error سأعطTE وهنا الأمر الذي يستبدأ على إستجار أليس الثلاثة الثلاثة ضائد نحتاج أليس الثلاثة الثلاثة لكن الثلاثة 대해서 لا تتوقف لذلك أرى هلأ مثال داني يجب أن تقوم بعمليه و اعرفته مثال ثاني مثل طريقة للنائس إذا كان موجة يرجع لي سالب و إذا كان سالب يجعله مثل ما هذا مثال يجب أن تحلوه لحالكم تقوم speech مع و Software أقوم بتقوم بعض خطبه ، والتقوم هو冠 behind والأخروج سأخذنا خطبه زدد 一 black والتي شخص يجب أن يدارب فأنا أريد أن أعرف الـ Point Plus Plus فأنا سأأتي إلى هنا أضيف فنكشن جديد يلي هو Point Plus Plus إذن هنا أنا أعرف Operator يلي هي Plus أريد أن أعرف Operator ثاني كمان خاصة فيني هي Plus Plus الـ Plus Plus تأخذ من النمط Point وترجع من النمط Point ستخلق كلاس جديد ستعمل X زائد واحد والـ Y يسوي Y زائد واحد إذا أنا أعرفتها شيء يشبه اللي أنا أطبعه بالإنتجة سأقول X زائد زائد النتيجة هي X زائد واحد فأنا هنا سأطبع نفس الشيء الـ Point زائد زائد يعني الـ X تبعه يسوي X زائد واحد والـ Y تبعه يسوي Y زائد واحد وسأرجع لي هذه الـ Point فأنا هنا سأخذ لي نفس الكود فأنا هنا سأخذ لي من المثال السابق سأضيف عملية جديدة هي زائد زائد إذا الزائد سنرى ماذا ستعمل فيها والزائد زائد سنرى ماذا ستعمل فيها سنرى ماذا سنرى سنرى ماذا سنرى سنرى ماذا سنرى ونقص ثلاثة أول واحدة سنرى ماذا سنرى ماذا سنرى فأنا نقص ثلاثة ونقص ثلاثة هنا هذا ونقص ثلاثة هنا ثلاثة سنرى ماذا سنرى بلس بلس على الوصف 1 هو على الجديدة نحن نجد الخمسة صارت 6 و الثلاثة صارت 4 كل واحدة اضاف له 1 إذن عملية بلس بلس ضافت لي 1 لاحظوا زيانا ما عرفت هذا الكلاس مرة ثاني إذا ما عرفت هذا المثود سيعطيني هون error لا يوجد عملية اسمها بلس بلس للبونت هناك عملية بلس بلس لانتجار بلس بلس لشي قابل للزيادة لكن لبونت لا فأنا عرفت أن البلس بلس للبونت هي X زائد 1 و Y زائد 1 طبعا في حال قمت هؤلاء السطرين هذه هي عملية بلس بلس التي عرفتها ونفذت فهو سيجعل القيم مثل ما هي يعني في حال دخلت له سالب ما سيقلبون دخلي القيم فأنا نائس 5 مثلا و 1 سيعطيني نائس 4 لأنه نائس 5 زائد 1 هي نائس 4 و 1 زائد 1 يساوي 2 إذا ما قلبون لأنه ما استدعيت عملية القلب إذا استدعيت عملية القلب إذا استدعيت عملية القلب سيضع له زائد فهو سيقلبون أول شيء لزائد بعدين سيقلبون إضافة إذا هذه عملية overloading لoperator أوبريتر طبعا هاي من اتجاه واحد إذا بدي عملها باتجاهين يعني بدي عمل بوينت زائد بوينت يعني بدي أجمع بوينتين لا يوجد شيء يسمى بوينتين لأنه كلاس اللي اسمه بوينت أنا معرفه فما إلو مثل اسمه بلس فأنا بدي عرف له العملية اللي هي جمع 2 بوينت مثل ما عرفنا هنيك بلس يونري يعني إلو بارامتر واحد هون بدي خليه ياخد بارامترين فالبلاس نفس الطريقة عندي بوينت يعني هون كمان لاحظوا كمان هي بلس نفس الميثود يعني نفس الاسم هاخد هاي وضيفة للكلاس تبعي إذا الكلاس تبعي ستتمعرف فيه ثلاثة عمليات خاصة فيني عملية الزائد يعني زائد بوينت زائد زائد بوينت وحعرف هلأ عملية جمع لتو بوينتين فهون لاحظوا كمان هي نفس الاسم زائد لكن لماذا صار اسمه لأنه أنا هون البرامترات عدد مختلف فصارت بياخد بارامترين الآن الـ X للجديد هو X الأول زائد X الثاني والـ Y الجديد هو Y الأول زائد Y الثاني فهنا عملية جمع النقطتين هي جمع X هي و Y الثانين الآن نقطة الأولى زائد النقطتين يعني X الواحد زائد X الاثاني و Y واحد زائد Y الثاني أنا هيك عملية الآن إذا جيت لهون طبعا صار لازمني يعرف بوينت تانية تمام و هم يعني هون البوينت الأولى موجودة التي يقرأ القيم بدي أضيف البوينت الثاني كمان بدي أقرأ قيمة تمام فهناك تقول له Give me X و هم يقول له Give me another X إذا هاي البوينت الأولى أريتها بدي أقرأ بوينت تاني إذا بوينت 2 كمان Read line بعله عملية compare الآن صار عندي أريت نقطتين بجي هون بقل له بعرف نقطة جديدة و قيمتها هي تساوي مجموع النقطتين نقطتين بعد ما عملت العمليات الساقة فهن يضيف كمان عملية جديدة وهي عملية الجمع نقطتين هلأ هنفز The error The point 1 غير موجودة كاتبها small letter لاحظوا هون point 1 أنا معرفها capital letter point 2 small letter طبعا يفضل 1 سوف أقرأ 2 capital letter و هون سوف يقرأ capital letter فهن صار عندي اذا اذا انا عرفت العملية تاني الساوقات نفسهم انا عرفت زائد زائد و عرفت زائد هذه المرة زائد هي زائد فهن عرفت class 3 الثالث من point اسمه result point اللي هو يساعد point 1 زائد point 2 طبعا هالمرة هنفز اه اوكي نفس الشي هون بتغييره capital letter ربك المبنر اوكي سوف سيطلب مني الفضل مده ثلاثة نفس الشيء سوفEN ثلاثة اوكي السيئة وستة ثلاثة نقص اربعة تقص اول شيء ثلاثة 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 خمسة هلأ المجموعة تبع أربعة خمسة وخمسة ستة إذن أربعة إذن أربعة خمسة الهي خمسة فأربعة زائد خمسة يساوي تسعة وخمسة زائد ستة يساوي دعش إذن هذا هو حاصل جمع نقطة إذن هيك أنا عرفت مفهوم جديد الأوفرلودينج أوفرلودينج مو بس على ميثودس مو بس على كونستركتر إذن كمان هو قابل لتطبيق على الأوفرلودينج تتعامل مع الأوفرلودينج كميثود إذن هي عملية الزائد هي الفنكشن تبعي مكتوب قبل كلمة أوبريتر ومرئ لباراميتر مثل ما بدي فبتصير هي عملية أوفرلودينج لأوفرلودينج لأوفرلودينج بتصور هيك كافي يعطيكم العافية ونشوفكم في الأسبوع القادم حنحكي في شوية شغلات أو يعني حنشوفكم بالمقطع القادم حنحكي في شوية شغلات متممة ونبدأ نحكي بقى على تطبيقات الكلاسي الأساسية اللي هي الكمبوزيشن والإنهيرتنس بتمنى إذا في عندكم أي سؤال لهون أو في شيء ممفهوم تسألوني إذا بحاجة لأننا نعمل جلسة إضافية خبروني أبل ما ننتقل نبدأ نحكي على الإنهيرتنس والكمبوزيشن لأنه إذا ما لدينا ثمانية هلما يوضيع هاي مستحقير نكمل بالإنهيرتنس والكمبوزيشن كتير مهم نفهم شو يعني كلاس شو يعني شو يعني ممبرز أو ذا كلاس اللي هي فيلس، بروبارتيز وميثود والميثود إلى أنواع اللي هي كونستركتر وديستركتر والميثود العادية ولازم نفهم كمان إمكانيات الوصول اللي هي برايبيت و بابلك ولما نحكي على الإنهيرتنس هنحكي على البروزيشن وطبعا الانترنال يعني الجواد الوان نيمس بيس كلهم هايشوفون بعض يعطيكم العافية شوفكم بالمقطع القادم ترجمة نانسي قنقر